الطبيعي انه اجزاء الفوتو المختلفة بتشيل كل واحد بيكشيل الشير بتاعه من البريشر اللي بيعملوا وزن الجسم اثناء الستاندين واثناء الووكينج وده منظر خريطة تقريبية يعني قريب من النورمال زي انا شايفين كده ايه كل ما بيعلى اللون بتاع المقياس بتاع البريشر على المنطقة المعينة في الفوت كل ما المنطقة دي بتشيل بريشر اعلى لو خدتوا بالكم مثلا اعلى لون عندي اللي هو الموف مكتوب عليه 300 كيلو باسكل مش موجود في النورمال يعني مفيش منطقة معينة في الفوت شايلة بريشر عالي قوي في اماكن طبعا بتشيل اكتر من اماكن لكن كل ده نورمال مثلا منطقة زي الميديا القرش مش شايلة بريشر تقريبا خالص في الانسان النورمال عشان عالي يعني الارض طبعا البريشر ده متوسط احنا البريشر بتغير مع كل خطوة مع كل فيز في الووكينج بيبقى فيه تغيير في البريشر بدون دخول في تفاصيل نتخيل انا ده شكل النورمال ونتخيل بعد كده مريضة دايبيتس هيحصل معا ايه مريضة دايبيتس هيبتدي يحصل معا التالي هيبتدي يبقى في منطقة في الفوت المنطقة دين هي منطقة المتطرسة الهيدس او الفورفوت شايلة بريشر زي احتيش شايفينها في البريشر ماب اعلى من باقي الفوت يعني ادي الكعب كمية البريشر اللي فيه وقادي الميتفوت وقادي دي منطقة المتطرسة كلها وقادي التوز المتطرسة الشايلة اكتر من الطبيعي وفي منطقة فوسط المتطرسة كده شايلة بريشر عالي اقوي عاملة سبايك عالي اقوي بيقابلها ايه ألصر في نفس المكان حوالي عند الثرد او الفورس متطرسة الهيد ده شكل الابنورمال بريشر اللي بيحصل في عيان الديابتك طيب ليه المريض الديابتس بالذات بيبقى عنده موضوع الابنورمال بريشر اللي بيختلف عن الانسان النورمال عشان يبعنده لصف سنسيش الانسان النورمال بيبقى مع التوزيع الحركة بتاوزيع البرشر على الفوت بيبقى ايكوال انه حاسس برجله فبيوزع في أثناء مشيته اللي بيرشر بشكل تقريبا ايكوال على الفوت او بشكل نورمال باش كلمة ايكوال على الفوت مريض البريفرا نيروباثي بالذات مريض الديابتس اشهر بيجروا بريفرا نيروباثي يبقى ما عندوش النقطة دي فبالتالي بيهبت رجله في الارض بيرميها بيمشي عليها زي ما يكون بيمشي على عصايا تمام مفيش الديناميك موفمنت ومفيش الديناميك سنسيشن اللي بيجي من الديب سنسيشن الحاجة الثانية مريض الديابتس معرض اكتر من الانسان نورمال ان يحصل له ديفورمتي الديفورمتي هتقدي على طول انه في مكان في الفوت بارز عن باقي الفوت نتيجة الديفورمتي والجزء البارز ده هو اللي هيتخبط كتير في الارض هو اللي هياخد بريشر اعلى بكتير دول السببين الكبار طعم فيها سبب كتير جدا لانك دول السببين الكبار يخلي مريض الديابتس عرضة للأبنورمال بريشر ديستربيوشن طيب مشكلة الديابنورمال بريشر دي هتضرنا في ايه مكان في الفوت حتى معينة جزء معين في الفوت زي المسال شفناه مثلا في الفورفوت معرض لبريشر مستمر اعلى من الطبيعي مع الوقت الجسم يعمل كلس وده رسبونس لحد ما طبيعي لكن مشكلة الكلس ده المزيد عن الحد هيبعمل اذا يكون في فورم بادي ويبتدي الجزء ده في الفوت يحصل فيه بريك داون للسكن ويحصل ألسر والمريض طبعا هيجي لك وهيقول لك يا دكتور دي انا خدت اغلى دريسنج في الدنيا وليه سنة والقرصة دي مش راضية هيل ليه لانه معالكش السبب الابنورمال بريشر وبالتالي الألسر عمرها ما تبقى هيلت طالما انت معالكتش المشكلة الأساسية وهي الابنورمال بريشر تاني مشكلة بتحصل في العزام والمفاصل بتاعة القدم جوه القدم العزام والمفاصل دي عشان تبقى صحية محتاجة نورمال بريشر لو المفاصل دي اتعرضت لي بريشر عالي هيبتدي يحصل فيها ديفورمتي بتدي يحصل سبلاكسيشن للجونت بتدي يحصل مايكروفريشر أو مايكروفركشر في البون بتدي المريض يأتي لك بما يشبه الكسر في القدم واننا بنسميه ايه اكيوت شاركو فوت بدون المشكلتين الكبار اللي بيحصلوا نتيجة الابنورمال بريشر البرشر ألسر أو النيروباثيك ألسر والأكيوت شاركو جوينت والتالي نا مش هقدر أسيب الابنورمال بريشر وهحتاج أسلحه عن طريق الافلودنج طيب الافلودنج ده من طبقه ازياد الفودنج ده فكرة نحن هنرجع نعيد توزيع البرشر تاني بحيث يبقى نقرب من الطبيعي ونخفف الحمل على المنطقة اللي حصل فيها الديفورمتي أو حصل فيها الابنورمال بريشر طيب الافلودنج ده هتطبقه ازياد على مستوى البريفنشن يعني ايه بريفنشن يعني مريض عنده نيوروباثي فقط جايلك في العادة ما عندهش سنسيشن في رجله عايز تحميه من الألثر وتحميه من الشرق قبل ما تحصل ده اسمه بريم بريفنشن فبتدي تتكلم معاه على الافلودنج تقوله عايزين نخف الحمل على رجلك شوية ازاي يا دكتور هنقول دلوقتي ازاي او المريض جايلك فعلا بريشر ألثر هتقوله لو خدت اغلى دريسنج في الدنيا ولو سفرت اغلى مكان في الدنيا طالما الجزء ده في رجلك متحمل عليه جامد عمره ما هيخف ده اسمه ايه تريدمنت للألثر تاني حاجة بعد ما الألثر تخفى ولك دكتور خلاص ارجع ألبس الشبشب اللي كنت بتبسه لأ ده اللي كان عاملك المشكلة وبالتالي هتكمل معنا في حاجة اسمها ساكندري بريفنشن عشان نمنع الريكرانسوف ألثر طبعا الافلودنج عليه افيدنس كبير جدا من حاجة جاية الولي استطادت من زمان خالص احنا قضايا اللي ممكن تناقش فيها في ساكندري باريكا ده إزالة الساكندري بريفنشن عشان ما هي التكلفة لألثر تولية الأفلودنج عليه ده إزالة الدنيا ده إزالة الدنيا فقط تتساعد لها معلومة الدنيا او ساكندري بريفنشن مستطادة إزالة الدنيا تطريب تحيير التحيير التحيير مريد يأتي لك لابس حاجة ثن لابس حاجة زي الشبشل أو الصندل الخفيف وبالتالي رجله معرضة لبرشرة عالي جداً إنه ماشي تقريباً حافي فأقول له لا تريد تلبس حاجة نعالها قوي نعالها سميك من جوة من بطنة طبطين كويس عاملة بروتيكشن للفوت كويس عاملة توزيع للحمل على السيرفز البلانتر سيرفز تقريباً لابس حاجة زي الشبشن للفوت وبالتالي لا يحصل لك مشكلة فيما بعد إذا فهموا بالروحة مهما كان مستوى التعليم من تقدر تفاهموا حاجة زي كده فكرة الأفلودي وبتقول له تطبيقها ازاي على الأرض الواقعة ده مريد ما حصلوش أي مشاكل هو بس عنده لوس أوف سنسيشن ده مثال مثلاً على مريض في البرامر بيفينشن بيقول لنا عايزة جيب حاجة طبية قولوا لا ما تجيبش حاجة طبية تجيب حاجة طبية تجيب روبار فوت وير زي ما شايفين كده محتاج أرثوزيس يساعده يصلح أو يحمي الديفورمتي دي زي الهالوكس مثلاً فالكس وده طبعاً كلام الجادلاين في البرفينشن البروبار فوت وير ولو في ديفورمتي ممكن يستعمل أرثوزيس أو لو ديفورمتي جرس في شكل الفوت متغيرة قوي ومش هيلاقي أبدا بروبار فوت وير على أفز الشلف يعني في المحل الجاهز المتطر يعمل حاجة زي ما طول ما ندوح قال كاستام ميت يفصلها تفصيل كل ده بريفينشن وطبعاً دي تفاصيل البروبار فوت وير مواصفاته زي ما اتفقنا أول حاجة يكون ويل فتد واسع يشيل الديفورمتي ديو استرعبها كويس جداً ما يكونش مثلاً الفوت وير زي ما شايفين الباد فوت وير أشهر مسال عليه الجاز ما يكون بوزن قدام دايق زنقه الصوابع اللي فيها ديفورمتي أو كعبها عالي عاملة بريشار عالي جداً على منطقة الفوت إنما دايما من قوله جيب جاز ما وسعى بأسحة كويس تستوع بالديفورمتي عندك عاملة بروتكشن كويس منطقة هيل فيها سببورد الأوتسول يكون هارد أوتسول والإنسول يكون في كاشوند أو عامل أوفلودنج ساعدنا في الأوفلودنج من صوفت إنسول ومن الحاجات اللي بتساعدنا في شكل الأوتسول إن يكون ركر أوتسول ركر يعني زي رجلين الكرسي الهزاز اللي هو الشكل ده مثلاً شكل الروكر أوتسول بيخلي البروبولشن أثناء الموفمنت في أثناء المشي اللي بيعمله المشي على الفوت أخف بكتير عشان الحركة بتاعة الروكر دي بتاعة الكرسي الهزاز غير لما تشتري حزاء يكون فلات كله حتة واحدة لأ لما يكون فيه حتة المتترسل والتوز رفع شوية عن الأرض بيساعد ويعمل البروبورشن أسهل أثناء الحركة بذات مرحلة التوء أوفز طبعاً ده أوفز شلف يعني جاهز وده ممتاز طالما ما فيش جروس ديفورمتي لو فيه جروس ديفورمتي صعب يلاقي في السوق حاجة هتناسب شكل رجله ممتاز طالما ما فيش جروب الطري هيلجأ ليه الكاستام ميت أهم حاجة ما بتنصح مريد تاني ما تقولوش اشتري حزاء طبي عشان ما تنصبش عليه طبعاً نيجي حد يقول طب احنا ممكن نعمل افلودنج بالكمبيترست آه فعلاً وافكتف يعني مريض لو عمل كمبيترست هتخفى مش حط رجله في الارض الالسر هتلم بس مجرد ما هترجع يمش هترجع يحصل له مشاكل تاني مشكلة الكمبيترست انت بتوع تقولو ايه سكرك عالي انت بتحرك ده في اول الكشف طلع على السرير فيه قرحة لقى فيه قرحة رايح انت بتدلو ايه كلام متعارض فطبعا الكمبيترست مش حلوا واقعي قوي يعني ممكن تطبقوا يوم اثنين تلاتة لكن هو مش حل نهائي بالعكس تشجع الاكسرسايز طالما انه الاكسرسايز ده ما بيعملش اوورلودنج على الفوت لكن بشكل عام الاكسرسايز مهم حتى في هيل انجليد ده بتكفوت ألسر نتكلم بقى التريتمنت عشان نعرف الوقت خلاص في التريتمنت هنتكلم على الألسر ودي شكل الجايدلاين مقسمة الألسر لثلاث أنواع نان بلانتر ألسر وفور فوت وميت فوت ألسر والهيل ألسر هنأجل شوية التفاصيل ده دلوقت لما نعرف أشكال الأجهزة بتاعتنا عندنا الافلودنج ديفايسيز اللي تستعمل في الهيلينج دي افلودنج ديفايسيز قوية جدا فثلاث مستويات أقوى مستوى انه الجهاز المريض مقدارش يخلعه وبالتالي بيديني ايه ادهرنس مية في المية نسميه فورسة ادهرنس فالمريض بيستفيد من الجهاز طول الوقت 24 ساعة سبعة يام في الأسبوع مش قادر يخلع الجهاز وبالتالي الافلودنج بتاعتين ماكسمم وده بيديني اعلى هيلينج طيب المريض مش قادر يستحمل النانريموفاول وقال له استعمل جهاز يخلع ويلبسه يخلع وقت النوم يلبسه في وقت الحركة مش قادر يستحمله أو مش موجود أو غالي عليه من استعمل الفلتت فوم مع فتنج فوت وير أو بروبر فوت وير ما دوله التلاتة ليفلز اوف لودنج الفلتت شويس أشهر حاجة وأقوى حاجة تعالج الدايباتيك فوت ألثر هي الكاست جبسنا رجل المريض افتح بعد كده الكاست تفاجأ انه ايه الألثر هيلد تماماً المريض نفسه ميبقاش مصدق كأنه سحر هو فعلاً كانه سحر مريض يباليه سنة بيلف والألثر في رجله وانت تعمله كاست مثلاً عشان معاك يوت شاركو مثلاً أو أقناعته بأي طريقة عمل كاست فك الجبس ما تلاقيش ألثر وده احنا شوفناه كتير جداً في البركتس أقوى درجة من الافلودنج هي الكاست تعاب الكاست إنك مش هتعرف تغير على القرحة إنه لو حصل مشاكل فاسكولر مش هتعرف تشوفها المريض نفسه يبقى خايف يحصل جنجرين في أنت برضه تحبش تحط حاجة نفسك في حاجة ميديوكي ليجل لكن هو أقوى لفل من الافلودنج تاني حاجة انت ممكن تخلي مريض يشتري ووكر وتحط له عليه لفة جبس يبقى ربطه خليته نون ريموفابل أو إريموفابل وفي نفس الوقت الوكر الفلوس الدفاع فيه مش تترمي هيكمل معي بعكاة في السكندر بريفنش فهذه فكرة كويسة ده اسمها إيه نون ريموفابل ديفايس وتديك أقوى لفل من الافلودنج يقول مثلا 85% من البرشر الموجود على الألثر شلته بالجهاز ده من 70% إلى 25% تقريبا تاني لفل عندنا أن المريض الجبس مفتوح يقدر يخلعه ويلبسه يلبسه طول اليوم ويخلعه قبل النوم مشكلته أنه معتمد على الأدهرانس وده اللي بيقلل الإفكاسي بتاعته لو المريض ملتزم به 100% يبقى زي وزي النون ريموفابل أو المريض يشتري الووكر ويستعمله بنفس الطريقة الجديد في السنة انهم اضافوا الأنكل هاي ديفايس كلها خلوها زيها زي النون ريموفابل ديفايس خلوهم كلهم ساكن تشويس قال لك الفرق بينهم في الافلودنج زي مثلا حزاء الجيشة جازم جيبس ودي مشهورة بها جامعة المنصورة وتعلمناها منهم زي الشورت ووكر زي الهاف شو دي كلها افلودنج ديفايس خفيفة على المريض ما تتعبهوش تالت اوبشن ان المريض يستعمل فلتت فوم فوم تفصله على مقاس رجل المريض ونسيبه للغيار وبيلبس عليه بعد كده بروبر فوتوير وطبعا في المريض يستعمل اي وسيلة للسكندر بروفينشن اهم حاجة يبقى عليها افيدانس ان هي فعلا افكتف وده جهاز شبه ال F-scan الموجود في المنصورة أرخص شوية من البيضار وده بيئيس الهدف جوه الحزاء عشان نتأكد انه هو فعلا افلودنج يبقى فيه عندي افيدانس وان كان في البراكتس يعني صعب تنفيذه لانه غالي شوية لكن دي الطريقة اللي بيتأكد بيها ان الديفايس ده فعلا افلودنج للمريض في الستانس وفي الحركة طبعا بالنسبة للأكيوت شاركو الافلودنج بتاعنا عبارة عن الأكيوت شاركو ملوش غير حل واحد فقط وهو الجبس للأكيوت شاركو مش هقدر اهزر معاه الأكيوت شاركو بعيد الحقه بسرعة قبل ما يحصل كسهة حقيقية في العض ما يحصل ديفورمتي فالمريض مجرد ما بيجيلي بهوتسولين فود ومعاه وشكل الهوتسولين فود ده شاركو بنجبس المريض على طول اقوى حاجة لعلاج الشاركو وهو أقوى افلودنج هو الجبس تعدي الأكيوت فيز وبعد كده نشوف طبعا الجيدلاينز تتكلم على السيرجيكال افلودنج لكن طيب يا عم انا خلصت اللي هنتكلم عليه بس نقطة جديدة في الجيدلاينز السنادي الفين تلاتة وعشرين ضفوها وهي افلودنج لما تيجي تعمل افلودنج للرجل المريض فيها قرحة ما تنساش الناحية التانية ترفع الفوت يعني هتلبس المريض في الناحية التانية فوت عالية عن الارض وحس تبقى رجلين الاثنين متوازنين ما تلبسوش في ناحية جهاز كبير والناحية التانية سايبوا بالجزمة العادية بتاعته كده هيبقى ماشي مش متوازن وده هيعمل له مشاكل فوق في الهيب جوينت وطبعا من أول الناس اللي تكلموا عن الموضوع ده هو الدكتور ممدوح من زمان من ساتة الفين وتمانية وأخيرا الجيدلاينز اعترفوا ندي مشكلة كبيرة جدا ونزلوها بقيت في الجيدلاينز السنادي الفين تلاتة وعشرين شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا